أنا يعني مكسوفة شوية بصراحة وليلي يا هانم فيه أرجوكي علشان أنا كده خلاص اتدت أقلق جداً ما أنا هقولك أهو بس وعيدني إن الموضوع ده هيفضل سر بني وبينك ومحدش غيرنا هيعرف عنه أي حاجة عايزك تبقي متأكدة ده وعد راجل بجد حتى لو هيعملوا فيها إيه السر مش هيطلع بره لأ مش قوي كده مش للدراجاتي مش هيعملوا فيك حاجة ولا هيدربوك يا هانم اتفضلي قولي لو كنت قلتلك إنهم هيحلقوا شربي بدل ما يعملوا فيها حاجة كنتي هتقولي لي إيه آه أنت معك حق طبعاً طب اسمع أنا هدخل في الموضوع على طول علشان ما عطلقش خليك معايا هو أنت ممكن يعني تأكلني بإيدك ممكن يا هانم أنا مستني اللحظة دي من سنين كتير قوي إيه دا إزاي من سنين إنت يا دو بعرفتني من كام يوم لما جيت تشتغل هنا ما تعديش الأيام يا هانم الأيام تصنع التاريخ بس إحنا مش هنكتب التاريخ إحنا هنكتب كل اللي جاي في المستقبل اسمعي مني بس وأنا هوريك كل ده بنفسي ممكن أقولك على حاجة أنت تشبه أحد دا نعرفه شبه في بوتي جرنال اللي أنت بتشتغل في بيته إيه؟ إزاي هانم؟ هو كمان بيتكلم زيك كده بجد أنا ما بفهمش نص الكلام اللي بيقوله عمري ما فهمت أي حاجة منه وبحس إنه مش مفهوم كده وبيقول أي كلام فمش بركز معاه وإنت كمان هو بتعمل زيه وبتقول كلام أنا مش فهماه يا هانم بصي مش مهم الواحد بيقول إيه المهم بنفهم بعض من غير كلام بتقول إيه؟ عاوز أنا أأكلك إمتا؟ أنا جاهز من دلوقتي لا استنى بس ما تفهمش غلط اسمع بصراحة أنيتا قالتلي على الاتفاق اللي أنتو اتفقتوا عليه مع بعض عاوزك تعمل معي أنا كمان نفس الاتفاق تأكلني بإيدك وتخلي تواري غير منك أصلا خلاص يا خسار ما بقاش فيما بيني وبين تواري أي نوع من أنواع الفيزياء يا هانم مش فيزياء أنت أكيد تقصودي كيمياء اللي ينور عليه ما بقاش فيه أي اهتمام بيننا خالص ما بقاش معايا زي قبل كده بص أنا عايزة تواري يحبني ويغير علي وكمان يبقى بيقدرني ومهتم بي كده زي الأول يا هانم مش عاوزك تقلقي خالص أنا هخلي تواري يموت من الغزو يغير عليك زي الأول وكتر ده وعد من بيرسي أنت راجل كويس يا بيرسينج يعني خلاص أنت موافق تساعدني ها يا هانم ها نعم لو طلبتي حياتي مستعدة قدها لك أنا مش عاوزة حياتك ساعدني بس خلاص تمام هندهلك كمان شوية سلام اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة